على كل المشاهدين دعونا نتابع معكم أخر التطورات بشأن التصويت في الولايات الخمس المتبقية وهي بنسلفانيا، كارولاين الشمالية، جورجيا وألاسكا وأخيراً ولايات نيفادا ففي ولاية بنسلفانيا التي تتمتع بعشرين مقعداً في المجمع الانتخابي ما زال الرئيس الحالي دونالد ترامب متقدماً على غريمه الديمقراطي جو بايدن فترامب الذي حصد حتى الآن نصف الأصوات المفروزة فيما بايدن حصد 48.4% ووصلت نسبة الأصوات المفروزة إلى 87% ولاية كارولاين الشمالية حصل فيها ترامب على نصف الأصوات فيما خصمه بايدن حصل على 48.7% من الأصوات التي تم فرزها والتي وصلت نسبتها إلى 94% ولاية كارولاين الشمالية تمتلك 15 مقعداً انتخابياً في المجمع الانتخابي ننتقل إلى ولاية جورجيا والتي وصلت نسبة فرز الأصوات فيها إلى 99% ما زال ترامب متقدم على بايدن ب0.4% حيث حصد ترامب 49.6% من الأصوات التي تم فرزها فيما حصل بايدن على 49.2% من تلك الأصوات جورجيا كسابقتها ولاية متأرجحة تمتلك 16 مقعداً في المجمع الانتخابي وفي ولاية ألاسكا التي تقع في أقصى الشمال الغربي وتمتلك ثلاثة مقاعد في المجمع الانتخابي يبدو أن ترامب في طريقه للفوز بها خاصة مع الفرق الكبير بينه وبين خصمه بايدن حيث حصل على 62.1% مقابل 33.5% بعد فرز حوالي 50% من أصوات المقترعين أما نيفادا والتي تتجه إليها الأنظار لحسم السباق بمقعدها الستة التي تمتلكها في المجمع الانتخابي يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 49.3% على الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي وصل لنسبة 48.7% بعد فرز 75% من أصوات المقترعين ترجمة نانسي قنقر